السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة وصفانات لما ان شاء الله سنشارك معاكم رايب الفرن او لا رايب الفران رايب ناجح 100% رائع وسهل في التحضير فكيوجد لي نائب لا من سخنوا الماء ومقاون تعدبوا ونشارك معاكم كذلك براونيز في دقائق براونيز اللي كيجي روعة 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 في المضاق كيهبل صراحة نبدو بالريب على بركة الله كانحتاجو نصف لترميل الحليب اللي كان وضعوه فوح الكسر هنا وكان وضعوه على النار وكانخليوه حتى كيغلي سوف نشارك معاكم كل شي مهم نخليوه على نارة وسطه وفي نفس الوقت كان رجعوه هنا اخر كان عملوه فيه نصف لترميل حليب اخر يعني في المجموع عندنا لترميل حليب مع كيسين من سكر بنكهات الفانيلا سبعة غرامة ونصف لكل كيس يعني في المجموع 15 غرام من الفانيلا ومن بعد غادي نضيفو واحد غا رجعوه نشوفو بعدها الحليب هوا باش نوريكم بأنه في نفس الوقت يعني ميجي هدك في نسخن تكون هده جاهز سفيه نايا غادي نجيو على بركة الله غادي نضيفو تلاتة ملاعق كبيرة من السكر السكر الخاشين والسكر الحبيبات وغادي نجيو على بركة الله وغادي نضيفو علبة من الياغورت او الزبادي من وزن 110 غرام حاولوا تشريو هده النوع اللي كيكون متماسك يعني ما تشريوش ذاك النوع اللي كيكون سائل بهذاك النوع اللي كيكون متماسك هو اللي كيجيب لنا الريب ناجح سفيه نايا على بركة الله كنخلطوا جيدا هده المكونات حتى كنساجموا مع بعضهم وقيدوا بالسكر بالنسبة للسكر إلا كنك يعجبكم السكر زايد زيدوا عملوا ربعا دي المعارق سفيه نايا كنخليه حتى كيولي على هده الشكل يعني حتى كيفضلين الحليب كنزولو يعني ضروري حتى كيوصل هده المرحلة سفي كنزولو وكنت فيو النار من بعد مباشرة سن غادي نزولو هده القشرة اللي تكونات لينا من اللي طلع علينا الحليب سفي وكنبداو على بركة الله نضيفو الحليب بشكل تدريجي وحنا يا كنحركو يعني انتو ما كتضيفو الحليب على شكل خيط وانتو ما كتحركو كتحركو حتى كنساجم الخليط وكيولي واحد الخليط اللي هو متجانس ما بين الخليط الحليب الاولاني وما بين الخليط الثاني سفي نايا غادي نحولو لهادي بش لانا الكسرون عندها اليد غادي جيني سهلا تحكم فيها اكتر هنا كنجيبو واحد صفايا وغا نجيبو هاد الكأس اللي عندو يعني عندو الرأس ديالو هكاك بش يجيناها كسهل في الخدمة كنصفايا ونحاولو نزولو الرغوة ونبدأو على بركتي الله كنملؤو في الكؤوس علش قلت ليكم كنعملو هاد الكأس هكا بش يجينا ساهل وما يضيع لناش الحليب يتطر مالينا في الارض صفايا كما شو معي عملت هاد الكؤوس الكبار واللي تبقى لي عملت في كؤوس صغر الوليدات وغادي ندخلهم الفرن كما تتشوفوا معي الفرن يكون ساخن شوفوا راني يلا حطيت هاد صفايا الفرن وللاطا لكن فرن ساخن هنا كنحاولو اننا نوضعو فيه الكؤوس بالنسبة الفرن يكون ساخن على مية وثمانين درجة مئوية ويكون ساخن من الاسفل والاعلى في نفس الوقت حتى فرن غازي في نفس شيء وما تخافوش على الكؤوس انهم يتكسروا ما غادش يتكسروا غير ما يكونش فيهم الماء فقط سافي هنايا كنخليوهم كما لحتوا معايا وكنطفيو الفرن يعني سافي طفينا الفرن وكنخليوهم يبقاو لنا ليلة كاملة دائما الريب ما كنحضروه بالليل باش صباح ان شاء الله يكون جاهز سافي هنايا في الصباح راهو جاهز وكنزيدو نوضعوه في التلاجة باش كيزيد كيتماسك لنا اكتر سافي هنا يشوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش دائر غايز يتماسك لو وضعناه في التلاجة وكنت نوضعوه وكنخليوه وكنقدموه باريت سنقرب لكم وناخد ملعقة باش شوفوا القوام ديالو كيفاش كي يجي صراحة كي يجي رايب لي هو ناجح وكما قلت لكم بلا ما نسخنوا الماء بلا عداب بلا ما نبقوا نديروه في المانطا ونتعذبوه ولا نديروه في الكوكوت هكا ساهل ماهل غير الفرن ضروري يكون سخون وكطفيو عندكم تعملون سوفوا القوام ديالو كيفاش كي يجي ما شاء الله نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وما نزيدش نطول عليكم وغادي نجيو على بركتي الله نمرو الوصفة التانية في الاول اللي هو براونيز اللي هو سريع جدا وكي يجي رائع في المداق روعة فكنحتاجوا هاد العلبة ديال البراونيز را كتباع كتلقوها عند اي بقال عند اي حانو تحتفل السيبر مارشي بالنسبة الاخوات اللي غادي يسولوني على في انتباع مهم فيما مشيتو را كتلقوها سافي نايا كان تكون فيها جوج ديال العلب اولا جوج ديال اللي ساشي وحدة فيها الشوكولاتة اللي كان جي وكندوبوها معا مية وخمسين غرام من الزبدة زبدة من نوع جيد يعني كتعملو زبدة حيوانية نوعية جيدة سافي كن وضعوهم هكا على النار وكنبقا نحركو فيهم حتى كيدوب لنا الشوكولاتة مع الزبدة وكينساجمو لنا وكيوليو عنا على شكل خالط واحد سافي على بركتي الله كنجيو وكنبدو نفرغو في الخالط ديالنا وغادي نخليو حتى كيولي دافئ يعني من خدموش به هو ساخن بعد ما كيولي دافئ كنضيفو ليه ثلاثة حبات من البيض يكونو بدرجة حرارة الغرفة سافي ومن بعد غادي نحركو هاد البيض مع الخالط ما يكونش خالط ساخن باش ما يطيب لناش البيض ومن بعد كنعملو هاديك العلبة التانية سافي كنفتحوها وكنفرغوها على الخالط بالكامل سافي ها هو الخالط ديالنا جاهز على بركتي الله كنجيبو صافيحة ديال الفرن واللاطا ما يتعداش القياس ديالها 20 سنتيمتر إلا بغيتو مربعة ولا بغيتو دائريا نختارت نديرها دائريا كنرشو بالدقيق وكنزولو الدقيق الزائد وكننرفرغو الخالط ديالنا على بركتي الله سافي وكندخلوه للفرن اللي كيكون ساخن من قبل كنعملو درجة ديال الحرارة سافي ندخلوها كما قلت لكم الفرن يكون ساخن من قبل على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة سافي هنا انا را عملت الفرن من الأسفل والأعلى في نفس الوقت لكن لما عندكم شهد الخاصية في الفرن غتعملو من الأسفل ومن بعد غتعملو من الفوق سافي هنا انا نحاولو اننا نعملو السكر بودرة ونزين بقطع الشوكولاتة ونزين را كيبقى اختياري ونقطع لكم تشوفوا شكلها كيف تجي من الداخل مهم را الماداق لا تنقشوش فيه ماداق اللي كي يجي رائع رائع وممتاز انتملنا فيديو اليومين لإعجابكم وإلى الاستحسانكم وما تبخلوش عليها بتعليقاتكم وتشجيعاتكم كشكركم على حسن المتابعة استودعكم الله الذي لا تدعو ودعوه والسلام عليكم